السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع التدرب على حل وضعية المشكل بإعادة صوغ الوضعية بأسلوب شخصي إذن دعونا نبدأ الوضعية الأولى صاغ أحمد هذه الوضعية المصورة كما يلي حملت فلاحة إلى السوق ستة وثلاثين بيضة وثلاثة عشرة دجاجة باعت منها أربعة وعشرين بيضة وعشرة دجاجات أولاً أحسب عدد الدجاجات المتبقية ثلاثة عشر ناقص عشر ثلاثة ناقص صفر يساوي ثلاثة واحد ناقص واحد يساوي صفر إذن ثلاثة عشر ناقص عشرة يساوي ثلاثة دجاجات ثانياً أحسب عدد البيض المتبقي ستة وثلاثين ناقص أربعة وعشرين ستة ناقص أربعة يساوي اثنان ثلاثة ناقص اثنان يساوي واحد إذن عدد البيض المتبقي هو اثنى عشرة بيضة الوضعية الثانية يملك يوسف خمسة وتسعين مليماً هل يمكنه شراء كجتين ثمن الواحدة خمسة وأربعين مليماً؟ أعلل إجابتي نعم يمكنه شراء كجتين لأن خمسة وأربعون زائد خمسة وأربعون يساوي تسعون أقل من خمسة وتسعون عبرت عزة عن فهمها للوضعية بهذه الطريقة ليوسف خمسة وتسعين مليماً أراد أن يشري كجتين بخمسة وأربعين مليماً كم بقى عنده وعبر أحمد عن فهمه للوضعية بهذه الصياغة يملك يوسف هذه القطع شراء كجتين بخمسة وأربعين مليماً للواحدة كم ينقصه أو كم يبقى له اختار الصياغة المناسبة للوضعية الصياغة الثانية هي المناسبة ترجمة نانسي قنقر